بسم الله الرحمن الرحيم أخي الناخب أختي الناخبة أعزائنا أبناء جهة القيروان المناظلة عاصمة الأغالبة أرض الفتوحات ومنارة الإسلام الأولى بشمال أفريقيا استعد وطنون العزيز بعد ثورة الحرية والكرامة والوفاء لدماء الشهداء لخوض غمارات الانتخابات التشريعية والتي ستشكل محطة تاريخية بارزة للالتقاء بكم من خلال قائمة حزب العدالة والتنمية بدائرة القيروان وهي قائمة ممثلة لكل الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية والأصناف المهنية والشباب والمرأة مقترحين عليكم برنامجا انتخابيا ثريا وقابل للتنفيذ يشكل مشروعا إصلاحيا رائدا نظرا لما يقوم عليه من خيارات وتوجهات نابعة من موروثنا الفكر الإسلامي متفتحة على أنجح التجارب الإنسانية في العالم وتهدف إلى تزدير وطننا العزيز في محيط المغاربي والعربي والإسلامي وجعلي حاضرا في العشر آخذا بأسباب الحداثة والتطور وسائرا بخطة ثابتة على الدرب الإزدهاري والنماء ولعل الخاصية الفارقة التي تميز مقاربتنا التنموية ارتكازها على الاقتصاد الاجتماعي المتوازن والمستديمي والعادني والأخلاقي وهي مقاربة تساعد على توفير الصحة والنقل والرعاية الاجتماعية للجميع وعلى تثمين الموارد البشرية وإصلاح المنظومة الثقافية والأعلمية والتعليمية والتكوينية وعلى تجهة البحث العلمي من أجل التحكم في التكنولوجيا وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستحفاث الاستثمار وتأهيل النظام الجبائي وتعصيل البنية التحتية وترسيخ الهوية العربية الإسلامية وبالتالي جعل جميع الجهات شركة في الثروة والقرار بما في ذلك جهة القيروان التي ستشهد كافة معتمدياتها ومناطقها الريفية نقلة نوعية بتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات على مختلف الأصعدة أيها الناخبون أيها الناخبات يا أبناء جهة القيروان المجيدة يشرفنا أن نعرض عليكم ملامح هذا البرنامج الأسيل والحداثي آملين أن تستعيد القيروان مكانتها التاريخية والحضارية وأن تعزز مساريتها التنموية الشاملة فلنعمل سويا على تلميع تاج السلطانة فلن تنهذا تونس إلا بنهوذ القيروان وأخواتها كما يهدف برنامجنا إلى أن تصبح تونس الخضراء أنموذجا مشرقا لديمقراطية ناشئة آمنة ومستقرة تعمل على سون السيادة الوطنية وتحترم حقوق الأنسان وتنصر قضايا الحقي والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية نابذة كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف من أجل تونس الغد ومن أجل هداف الثورة صوي طريق أمد حزب العدال والتنمية بالقيروان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته